وطبعاً أحلى حاجة النهاردة حصلت بالتلاتة بونت بالتلاتة بونت ده كويس أحلى حاجة حصلت حلو أحنا من ناحية الفنيات والكلام ده مش هنتكلم عشان ما نعملش إحباط حلو ماشي ربنا يا رب ما يجعلك تعمل إحباط يا رب لأي لعب في المنتقى ولا كابتن حسين بس هنقول إيه هنقول إن إحنا ما نلعبش كورة كل الفرق بتتطور أنا هقول لك بس ما حنا مش هنخش بس كل الفرق بتتطور إلا منتخب مصر طيب هو عشان منتخب مصر ما بيتجمعش كتير عشان منتخب مصر ما فيش دوري في العالم بيتلحم المصورة بعضه من السبب عكيب مش حسين البدري أيوة من السبب حسين البدري بيعمل يعني بيعاني زينا كده ما هضال لأ لأ فما نشايلوش الليلة لأ مش هنشايلو الليلة بس هو مدير فني مفروض إنه هو فيه ماتشاته الديب بيطالب بيها ما فيه ما هو هيطالب فين يبقى لعيب فين بقى يبقى لعيب في الاتحاد آه مش انت خافت أقولها ولا ألا لا لا انت أقولها انت اللي تقول أنا ما بخافش طي ما انت مش عايز تقولها لا ما احنا بنقولك إيه إنه هو الراجل معذور في الحتة دي لأن طبعا البهوات عايزين يكملوا الدوري والدوري بقى له سنتين شغال فما فيش وقت فننت اعذر الكابتر الحسين بس هنعذره في لغاية امتى لازم هتعذره لا طب لو خرجنا من التصفيات لا ان شاء الله مش هنهر فأنا بنقول إيه إنه هو لازم يلاقي وقت لازم يلاقي وقت عشان يعمل ما تشاطه دي لأن النهاردة فيش تجانب النهاردة ما فيش كورة الكابتر رمضاية السيد مش عارف حراتك شفت المداخر سمعته طبعا هل انت متفق معاه ولا في حاجات معينة انت يعني رأيك فيها خاصة بال هو تكلم على إجهاد لعيب النادي الأهلي تكلم على إنه هو مساء ما كانش حابب إن حسين الشاحات واحمد سيد زيزو يبدأ وكان شايف إنه رمضان صبحي هو اللي يبدأ ناحية الشمال اتكلم كمان على الإجهاد بشكل مستمر قال كمان إن مسألة أنا قلت له اتنين رأس حربة فقال لي لا إذا كان احنا كده يعني رأس حربة تانية في كوكا موجود كوكا لا كوكا ولا بيبسي ولا الكلام ده وصي يا عم يا أسلام محدش أقعد محمد شريف الفترة دي بأي حال من الأحوال النهاردة النهاردة محمد شريف هو نجم المباراة محمد شريف آه من وجهة نظري إنه هو بيستع لنفسه وما فيش أي مساندة ربنا يبارك لك أدي حاجة إيجابية تانية لا هو الوحيد اللي بيحاول يعني النهاردة مثلا تشوت الأولاني في آخر مثلا دقيقة في واحدة عملتله خدها وحضن عليها ولف بالراجل ورحل الثمانتاشر وعم جاي دخل قطم بالراجل وحطها بليسنج من فوق وما فيش واحد جيه كمل معايا لأنه لما قطم كده كان لازم حدي حدي جاي بقى من وراء مكمل حطها له ولا بتاعه ما فيش فعم جاي معتامي تاني على نفسه وعم جاي حطي بالكرة بليسنج تعرف هو لو عارف يعني البصة دي هي اللي أخرته عشان كده حطها من فوق العرض إنما لو أخذ القرار من الأول إنه هو يحط على طول في الجن كان جابها جون طيب